موسيقى في بيان اصدرته اليوم قالت وزارة الدفاع الروسية انها تصدت لهجوم مباغة صباح امس استادف قوات النظام في بادية تدمر مضيفة الوزارة ان الهجوم جاء من جهة التنف الواقع تحت السيطرة الامريكية معتبرة ان واشنطن تقدم الدعم للمهاجمين البيان الروسي يأتي اثرى سلسلة هجمات في البادية ودير الزور كلفت النظام وروسيا الكثير نتابع هذا التقرير ونعود لنقاش الاتهام الروسي لواشنطن مع ضيوفنا روسيا والتي جنت عمليات واسعة النطاق لسعادة السيطرة على تدمر والتي تعتبر منفذا استراتيجيا نحو الشمال من دير الزور تعلن وزارة دفاعها ان هجوما وقع جنوب محافظة حمص بعد ان حاول مسلحون الاختراق من منطقة التنف الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الامريكية على مدينة تدمر وحسب المصدر فان الاشتباك اسفر عن احباط محاولة الاختراق ومقتل خمسة مسلحين وتدمير سيارة بيك اب ودراجة نارية ولقد تفرق المهاجمون وانسحبوا الى منطقة التنف وهي محاولات اختراقية من التنف ينفذها المسلحون بشكل ممنهج حسب وزارة الدفاع الروسية الملفت في الامر ان موسكو شددت على ان مخيم الركبان على الحدود الاردنية السورية اصبح ملجأ للمسلحين الذين يتدفقون عليه من انحاء سوريا ومن بينهم عناصر من تنظيم الدولة على حد وصف البيان الصادر من العسكريين الروس ومن المعلوم ان المخيم المذكور يقع غرب القاعدة العسكرية الامريكية في التنف وفي ذات المنطقة قبل اسبوعين قالت روسيا ان عددا من جنودها قتلوا في هجوم مفاجئ من قبل تنظيم الدولة والغريب ان هجوم اليوم كان واضح المصدر بحسب وزارة الدفاع الروسية فما الذي دفع موسكو للاعتراف بعملية الاختراق ان وقعت بالفعل ولماذا تشير باصابعها نحو منطقة تعتبر قاعدة لامريكا هل هي مناورة روسية جديدة تجاه واشنطن والتي تسيطر بطبيعة الحال على معبر التنف لمتابعة هذا الموضوع بقي معنا الكاتب الصحفي مصطفى السيد وامن غازي عنتاب معنا الكاتب والمحلل السياسي السيد ماجد علوش أبدأ معك سيد مصطفى أيضا دعنا نتحدث بداية عن الهجوم الذي تحدثت عنه روسيا وعلنت بأنها صدت هذا الهجوم لمسلحين قدموا من منطقة التنف الأمريكية كيف قرأت هذا الخبر؟ هناك ثلاث أوجه للحدث الوجه الأول هو وجه الأمريكي مع منظومة التحالف هناك تحضيرات لمواجهة تمدد الروسي بالمنطقة وابقى قاعدة التنف الأمريكي قوية غير قابلة الاهتزاز غير بالمرحلة الحالية نفوذ الروسي لن يصل إليها من الجانب الروسي هناك محاولات لزعزعة الوجود الأمريكي بالمنطقة هناك وصر أكثر من هجوم باتجاه المنطقة لكن كلها كانت عما تفشل وهذا بيبين أنه ما تزال منطقة التنفية منطقة تنازع بين الروس والأمريكان على الأراضي السورية إضافة لأنه هي عم تشكل نقطة أمريكية بمواجهة التمدد الإيراني نفسه المسألة الخطيرة أو الوجهة الثالث بالمسألة هو داعش التكتيكات الجديدة التي تستخدمها الآن داعش بالمنطقة فينا نقول أنه يعني أنه هي بداية مرحلة داعش اثنين يعني تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يستخدم تكتيكات الهجمات السريعة الصغيرة الوحدات الصغيرة التي تهاجم أهداف استراتيجية جديدة في التعالي مع الموطن نعم يعني أزاحت استراتيجية السيطرة عن المدن أنزلت محلها تكتيكات تقوم على العمليات الصغيرة التي تتواجه فيها الأهداف بسرعة وبفاعلية عالية هنا سيد ماجد يعني فعليا إذا كان هذا الهجوم حقيقيا كنتائج أقصد أنا هنا ففي أي إطار يمكن وضعه ولماذا قد تلعب الولايات المتحدة لعبة القط والفار مع روسيا في هذا السياق حتى الفصائل المدعومة أمريكيا المتواجدة في منطقة التنف كجيش مغاوير الثورة نفى أي مشاركته في أي هجوم يعني الموضوع أنا يعني لا أرى أي أهمية لقاعدة التنف في المنظور الروسي الروس غير معنيين بقاعدة التنف لأنه حصر وجودهم أصلا في سوريا المفيدة يعني الساحل والوسط الجنوب ودمشق محيطة أما لماذا يعني ليست أول مرة طبعا صحيح نرجع لأورا شوية في حزيران الـ 2016 جرى أول اشتباك غير ناري روسي أمريكي فوق سماء التنف لما حاول الطيران الروسي يقترب من القاعدة أيضا الأمريكيين هاجموا أكثر من مرة سواء ميليشيا أسد أو الميليشيات الإيرانية اللي حاولت تقترب من قاعدة التنف أرجع للفكرة أن الروس ليسوا معنيين كثيرا بقاعدة التنف المعنيين أساسا هم الأمريكيون والإيرانيين لأن الأمريكيين إذن يعني دعنا نوضح الأمور نضع اللقات على لأسباب تخصهم هما فالروسي يضطرون لمجارات الإيرانيين لكن الأهم بتقديري هو فشل التفاهمات الروسية الأمريكية حول الحل السياسي السيد مصطفى تحدث في نقطة بغاية الأهمية وهي بأن هناك ربما محاولة أمريكية لمواجهة التمدد الروسي يعني هذه أحد الاحتمالات لهذا الهجوم وهناك نقطة أيضا ذكرها مركز المصالحة الروسي الذي نقلت الحديث وكانت تاسع الروسية بأن هذا الهجوم ضمن محاولات اختراق ممنهجة بمعنى بأنه ليس الأول من نوعه وهو بعيد أيضا عن المواجهة غير النارية في سماء التنف يعني أقصد كمواجهات برية لا 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 القصة يعني معنيين بها الروس لو أنت بس خليتني أتابع الفكرة هي هنا تفضل تابع الفكرة أن الروس يريدون بعد فشل التفاهم الروسي الأمريكي للحل السياسي أو أنه لا يزال لم ينضج بعد الروس يريدون تحويل سوريا إلى ساحة كباش مع الأمريكيين يعني لدفع الأمريكيين إلى تفاهمات سياسية يعني على المقاس الروسي لذلك يعني هذه مسألة أنه والله المجموعات سواء كانت هذه المجموعات داعش ولا غير هم طلقت من قاعدة التنف يعني ليس الكلام دقيق أبدا هذه المجموعات مجموعات داعش منتشرة في البادية من شرق السويداء وحتى دير الزور هناك مجموعات تتحرك دعني أقول بحرية وربما من مصلحة الجانبين التحالف الذي تقوده روسيا والتحالف الذي تقوده أمريكا من مصلحتهم بقاء هذه المجموعات لاستخدامها ضد الطرف الآخر وخاصة مع ذلك البوكمان في اليومين الأخيرة نعم سيد مصطفى هناك أيضا من يتحدث بأن ما جرى مؤخرا ما هو إلا رسالة من الولايات المتحدة ردا على ما جاء من أحاديث وتسيبات حول اتفاق الجنوب السوري بأنه مقابل انسحاب الإيراني يتم تفكيق قاعدة التنفل الأمريكية الأمريكان كانوا واضحين بمسألة النفوذ الإيراني كله في سوريا رح نشوف نحن التحركات على المحاور التالية محور الجنوب سيتم سحب القوات الإيرانية منه محور فتحة حمص بعمق تسعين كيلومتر باتجاه البديل لن يكون هناك أي تواجد إيراني فيها وهذا رح نشوف تحركات باتجاه القصير ومنابع العاصي للحدود اللبنانية لن يبقى أي وجود إيراني في هذه المنطقة لا لا إيران ولا لا حزب الله جفلون هذا الخط هو يمتد إلى التنف لأنه عملياً هذا المسار هو مسار خطوط النفط والغاز مسار خطوط النفط والغاز من سنة 2012 إلى بداية 2018 كان جرت عملية التطهير الديمغرافي عليها بحيث أنه تنضف يعني يعني حزب الله وإيران لم يسمحوا لأبناء القصير التي دخلها حزب الله بآخر 2012 بأول 2013 يعني لم يسمح لعودة مواطن سنة واحد القصير قابل المنطقة الممتدة من مفرق شنشار إلى الحدود السورية اللبنانية على هذا المحوار منع أي مواطن سوري سنة حتى لو كان عضو قيادة فرع حزب البعث بحمص من العودة إلى منزله طيب هذا الهجوم سيد ماجد ما ألع كاساته برأيك على المستقبل القريب أيضاً موضوع حديث مركز المصالحة وأتيانه على ذكر مخيم ركبان للنازحين السوريين على أنه أصبح بيئة حاضنة للمسلحين والإرهابيي تنظيم داعش على حد تسميته يعني إن كان كذلك فهو لا يشكل خطر فقط على أوسيا إنما يشكل خطر أيضاً على قاعدة التنف الأمريكية القريبة جداً من مثلث الركبان هذا كل هذا التهويل الروسي يأتي في إطار يعني كما قلت لك محاولة الكباش والمجارة للإيرانيين فشل هذه التفاهمات هو الذي يدفع إلى هذا هم يقولون أن مثلاً مخيم الركبان أصبح موئل للإرهابيين هذا الكلام إذا رجعت إلى أرشيف الخارجية الروسية تجد أنهم قالوا هذا الكلام في منتصف العام 2017 نفس الكلام اللي رددوا من ثلاث أربعة أيام قالوا في 2017 والآن يقولون مرة مخيم الركبان موئل للإرهابيين مرة يقولوا أنه قاعدة التنفية لحماية داعش في البادية هذه كلها تبروباقاندا طيب هذا بالنسبة للمخيم الركبان بالنسبة للهجوم الذي تحدثت عنه روسيا هل سيكون هناك تطورات للموضوع تبعات لهذا الموضوع في القادم القريب لا أعتقد أن هناك أي تبعات يعني حتى ولو هذا الهجوم حتى ولو كان وقع بالفعل الهجوم وانت قلت بالتقرير أنه يعني فصائل الجيش الحر اللي موجودة في التنف أنكرت أي مشاركة إلها بالعمليات العسكرية فسواء وقع هذا الهجوم أو ما وقع هذا الهجوم بكل الحالات لن يكون له تبعات وسنشهد في المرحلة القادمة الكثير من هذه الهجمات السريعة والخاطفة يعني ربما على المواقع الروسية لكن الأرجح على المواقع المواقع النظام والميليشيات الإيرانية من نقطة البوكمال وحتى شمال دير الزور أشكرك جزيل شمال دير الزور وبيد النظام أشكرك جزيل أشكرك على هذه المشاركة سيد ماجد علوش المحلل السياسي والكاتب أيضا أشكر الكاتب والصحفي السيد مصطفى السيد شكرا جزيلا لك لحضورك المشاهدين الكرام شكرا لكم أيضا لحسن المتابعة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي مزيد من تفاصيل تجدونها على سيريا.TV لا تنسوا أن تتابعوا الزمين معظم حرفي ما تبقى على رأس الساعة بيا من الله موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة